بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله يفعل ما يشاء بسم الله بركة وشفاء بسم الله الذي لا يضر ولا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يعيش الإنسان في دنياه في هذا المجتمع الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ومن هنا نرى الإنسان يصاحب غيره ويصادق غيره إلى غير ذلك ما هي حقوق الصحبة في الإسلام حتى تدوم الصحبة حتى تدوم الصداقة أولى هذه الحقوق صفاء القلب قال الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم قلب لا يعرف غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا مكرا ولا خديعة ونبينا صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة حين أخبرهم أن أفضل الناس صدوق اللسان مخموم القلب قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب بهذا الأسلوب كأنهم لا يعرفون شيئا عن هذا المصطلح فما مخموم القلب قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد هكذا حتى تدوم الصحبة لا بد من قلب سليم لا بد من قلب محب لا بد من قلب صادق في المحبة والوداد ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن المتقين أنهم يتنعمون بهذه القلوب السليمة البيضاء قال الله سبحانه وتعالى من سورة الحجر إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين وقال مولانا سبحانه وتعالى في أواخر سورة الزخرف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين هكذا حتى تدوم الصحبة لا بد من صفاء القلب لا بد من سلامة القلوب ومن حقوق الصحبة أيضا الحب في الله والبغض في الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان يعني ليس الموضوع لمصلحة أو لغرض أو لهدف معين لا وإنما حب في الله ولذلك هؤلاء المتحابون قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يبشرهم أنهم في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظل حين قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه إذن سلامة قلب حب في الله وبغض في الله حفاظ على الأعراض حفاظ على صاحبك وعلى صديقك حين تتكلم معه لا بد وأن تنتقي أطايم الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين الخافقين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوة متحابين وأن يديم بيننا الحب والمودة والمعروف بإذنه سبحانه وتعالى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله